في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها فخامة الرئيسة سامية صلوح حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة إلى سلطنة عمان وبناء على توجيهات قيادتي البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تقرر إنشاء صندوق استثماري مشترك بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة يعني بالاستثمار في المشاريع ذات الجدوى المشتركة في عدة قطاعات منها الزراعة والصيد البحري والتعدين كما أوضحت وزارة الخارجية اليوم أنه تم توقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة حول تجنب الاسدواج الضريبي ومنع تهرب من الضرائب على الدخل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر